موسيقى السلام عليكم وكل إذا كنت أول مرة تشاهد قناتي لا تنسى تضغط على زر السبسكراب موجود تحت الفيديو وفعل زر التنبيهات يلا نبدأ طبعا في بداية هذا المقطع أنا أشكر شكر خاص لروز مودل على الكلام الجميل والرائع اللي قالت عني أنا من زمان المتابعين له وأدري أنه عنده جمهور كبير ويتكلم عني بكلام جمهور كبير ومحبين كثير ويتكلم عني بكلام جميل ومعجب بمحتواي هذا الشيء يسعدني فعشان شديد قلت لازم بهالمقطع أشكرها على كل كلمة جميلة قرأتها بحقي وهم بعد اليوم بأتكلم عن جهاز هواوي نوفا 3E اللي هو هذا الصناع الجهاز هذا حق الأشخاص اللي يابون التلفون ما يكون السعره غالي ويكون فيه مميزات واجد جهاز هواوي نوفا 3E يتميز بشاشته كاملة يعني ما فيه زر الهوم وغير هذا يتميز بصمة الوجه وبصمة الايد اللي موجودة خلف الجهاز وهم بعد يتميز هذا الجهاز بأنه فيه كامرتين خلفية تخليك تصور الصور بشكل احترافي وفيه عندهم خاصية السلو موشن حق تصوير الفيديو وغيرها من وضعيات واجد والشيء يتميز فيه هواوي نوفا 3E بأنه كامرة الأمامية 16 ميجابيكسل يعني أقوى من كاميرات التلفونات واجد وفيها خاصية العزل يعني نفس الكاميرات الاحترافية فالجد إذا انت تشتري التلفونات فيه مميزات واجد وقوية وسعره مناسب ما رح تلية أفضل من هواوي نوفا 3E أما ندخل قصتنا اليوم الإنسان بالفطرة يكون مبني على الحب والسلام وعدم إذاء الآخرين لا يؤدي أحد وعشان هذا دائما تشدني قصص للقتل وخصوصا هؤلاء المجرمين اللي يقتلون أكثر من شخص بدون يحسون بالذنب لأن الشي اللي قاعدين يسوونه يشمئز منه الإنسان الطبيعي مهما كان عرق أو دين أو مذهب هذا الإنسان ما في ولا إنسان لما يشوف واحد يقتل واحد يستانس لأن القتل تجسيد كامل للشر عشان تشري جميع الديانات السماوية والغير سماوية يحرمون ويحذرون من القتل فاليوم قصتنا راح نتكلم عن شخصين لورنس وصديقة اللي يساعدها بالجرائم روي لورنس وروي فاقوا كل ما هو طبيعي لأنهم مو بس قتلوا فقط بل استمتعوا وهم يعذبون الضحايا قبل ما يقتلونهم لدرجة يقولكم الضحايا من كثير ما هم قاعد يتعدبون يطلبون من لورنس وروي أن يقتلونهم عشان بس يحسون بالرحمة خلونا مع بعض نعرف شخصية منه لورنس ومنه روي لورنس من مواليد سنة 1940 انولد لورنس في بلده اسمه بيتس بيرغ بولاية بنسلفينيا أمريكية أما روي من مواليد 1948 يعني أصغب من لورنس بثمان سنوات وانولد في ولاية كولاردو الأمريكية لورنس كان من الأولاد الغير مرغوب فيهم يعني أمه وأبوه من أول ما تزوجه وقرروا أنهم ما يجبون أبناء نهائيا فجابوه بالغلط ولما راح نسمع القصة للنهاية راح نقول يا ليتهم ما جابوه ومثل ما تعرفون بما أن الأب والأم تفقوا من البداية أنهم ما يجبون عيال وجابوه بالغلط فقرروا أنهم يعرضونه حق برنامج للتبني والعذر كان عدم استطاعتهم على تلبية احتياجاته والعناية فيه والتربية يعني ما يقدرون لا يعتنون فيه ولا يربونه فالحل الأنسب أنهم يودونه حق برنامج للتبني فبعد فترة تبنته عائلة أبوه الجديد بالعائلة الجديدة كان يشتقل عامل في مصنع الطيارات فبحكم عمله كان إجباري أنه ينتقل من ولاية لولاية وهالشيء أدى إلى عدم استغرار العائلة لأنهم بين كل فترة وفترة يسافرون بحكم عمل الأبو وهالشيء ما خلّهم يستمتعون بالحياة وبسبب حالة عدم استغرار هذه أثرت على شخصية لورنس لأنه لم يكن يحصل على الكثير من الأصدقاء كل ما يتعرف على الأصدقاء ينتقلون حق ولاية ثانية وينساهم ويتعرف على الأصدقاء ثانين وينتقلون حق ولاية ثانية وينساهم فعشان شيء يصاروا أصدقاء مو كثيرين أو بالأصح ما عنده أصدقاء لأنه كثير سفر وصفوا لورنس منذ الصغر بأنه شخص حاد الذكاء كان ذكي جداً إلى أن نقدر نقول عنه عبقري فقبل كان يساهم بالمدرسة اختبار مدرسي وهدف هذا الاختبار لكي يقيسون ذكاء الطلاب فلما أصدقوا اختبار لورنس خده 138 درجة على مقياس اختبار يسمونه IQ اللي هي معناتها intelligence quotient يعني حاصل الذكاء أو محصول الذكاء وهذه الدرجة اللي خداها اللي هي 138 يعادلونها مع ذكاء العلماء والعبقريين بس للأسف هذه الفطنة والذكاء ما استخدمها لورنس على شيء يفيد المجتمع أو يفيده شخصياً بل استخدمها بطريقة غلط بطريقة يفقد الناس الأمان لورنس لما صار بمرحلة الشباب صار شبه نزير يومي عند الشرطة كل يومين يقوم القفض عليه بسبب مخالفات يسويها فلما أقول لكم شباب بهذاك الوقت ما كان الشباب يعني بالعشرينات كان عمره 12 سنة ولما بلغ لورنس المرحلة الدراسية المتوسطة قرر أنه يستغني عن الدراسة ويغوص أكثر بعالم الجرائم فبعد ما دش هذا المجال تم القاء القفض عليه كذا مرة بتهمات متعددة مثل سرقة السيارات أو سرقة المحطات المتاجر وكلهم تحت تهديد السلاح ستقول لي اوكي لنحن تتكلمين عن قصة لورنس اش سال فتروي؟ بهذا الوقت عائلة تروي كانوا من تقليم من مدينتهم إلى المدينة اللي تسكن فيها عائلة لورنس وكأنه من البداية مقدر لهم أنهم يلتغون على الشر للأسف لأنهم من أول ما التقوا بدأ الشر شون التقوا؟ وين؟ بهذا الوقت لورنس وروي كانوا يقضون فترة عقوبتهم في سجن في كاليفورنيا وأول ما تلاقوا على الطول بدوا يحبون بعض شخصياتهم حق بعض جدا متقاربة ميولهم الإجرامية متقاربة حي فلما أقول لكم يحبون بعض مو يحبون بعض ويحب هذاك لا يعني أقول لكم حب الشغلات اللي يسوونها مع بعض جرائم وقتل وتعذيب وسادية وأشياء هذه فمثل ما يقول لكم المثل اللي يبيت طنجرة ولقيت قطاها يعني من كثر ما هم شخصيات متقاربة من أول لقى صاروا بستفرند يعني أصدقاء مقربين حي فلما احنا نتكلم عن أول لقى مستحيل أي شخص يصير مع الشخص الثاني صديق مقرب من أول لقى بس اللي صار مع لورنس سوروي شي عجيب باختصار كل واحد لقى نفسه عند الثاني فلورنس سوروي كانوا يعرفون أنه فيه قانون بين السجناء أن أي شخص يكونوا بروحه وما عنده أصدقاء أو ما عنده مجموعة أو مثل ما يسمونها عصابة سيكون معرض للخطر فعشان يقرروا لورنس سوروي أنهم يسوون لهم عصابة داخل السجن عشان يحمون نفسهم من باقي المساجين أو باقي العصابات فهذا التعارف والتقارب بين لورنس سوروي خلى كل واحد منهم يثق بالثاني ثقة عمياء لدرجة كل واحد فيهم يتكلم حق الثاني عن الرغبات البشعة اللي بداخله الرغبات المريضة السادية حب التعذيب حب القتل حب الاعتدام على النساء وتعذيبهم حتى القتل كل هذه الأمور المريضة اللي قاعد أقول لكم إياها كانوا يتناقشون بينهم بين بعض وكل واحد مستانس أن زين لقيت واحد نفسي نقدر أنا وياه لما نطلع من السجن نسوي جرايم نقتل نعذب نقتصب نسوي كل شي نبي ومع بعض مبروحي فهم بالسجن استقلوا الفرصة وبدوا يخططوا مع بعض شنو راح نسوي بعد ما نطلع من السجن وبدوا يركزون على أدق أدق التفاصيل وتخيل البشعة انهم قاموا يختلفون منه يقتل ضحية أول يعني أول ضحية منه فينا يقتلها قاعدين يختلفون على هذا الشي وبالفعل تم الإفراج عن لورنس سنة 1978 وجتها فرصة عمل كميكانيكي متخصص هذا بعد ما رجع حق مدينته السابقة الهي لوس انجلس أما روي فاطلقه صراحة بعد ابثاث أشهر فبعد ما طلع على طر راحة لوس انجلس والتقل بلورنس لان مثل ما سبق وقلتكم قاعدين يخططون على هذا الشيء من زمان فأجباري انهم يلتقون مع بعض من جديد علشان يبدؤون يطبقون طبعا مثل ما قلتكم لورنس جت وظيفة انه يشتغل ميكانيكي فمن ورا هذي الشغلة قام يطلع فلوس وحط هالفلوس فوقها بعض المساعدات وشرب هالفلوس هذي شاحنة من نوع جيمس وداخل هالشاحنة هذي راح تصير الكوابيس على ضحيانة اللي راح نتكلم عنهم بعد شوي واطلقوا على الشاحنة هذي اسم مرثر ماك يعني شاحنة القتل او شاحنة الموت هذي شاحنة مكون من بابين باب حق السائق وباب حق لجنب السائق والباب الخلفي يكون منزلق يعني سح مثل ما هو موضح لكم بالصورة والمقاعد الخلفية يشايلينها كلها ومسوين شي نفس القفص على شي يسهل عليهم لما يصيدون الضحية يحطونها داخل وطبعا لانهم قرروا انهم يتفقون على انهم يخطفون الضحية ويقتصبونها فقرارهم كان لازم يتم على اكمل وجه قرروا انهم يتدربون على القيادة في الطرقات اللي تكون فاضية ويوقفون حق النساء اللي محتاجين مساعدة يعني مثلا وحدة كانت تسوق ووقفت فيها السيارة او وحدة محتاجة احد يوديها مكان فيوقفونها ويخطفونها يخطفونها ويبدؤون شغلهم وبعد ما يخصون شغلهم ينهون حياتها بالقتل نبدأ باول ضحية لوسيندا عمره 16 سنة لوسيندا طلعت في ليلة من ليالي راح حق الكنيسة وطبعا الكنيسة كان اخر مكان الناس شافوها فيه بعدها اختفت شو صار معها كان بهذا الوقت لورنس وروي قاعد دورون ضحيتهم الاولى كانوا قاعد يفترون بالمدينة ساعة 8 مساء وفجأة طاحت عيونهم على لوسيندا كانت توها طلع من الكنيسة فعلى طول اثنين محسوا ان هذه هي الضحية الاولى اللي يبونها فبعد ما شافوها قرب منها لورنس وروي كان واقف عند باب السيارة ينطر بس لورنس يخطفها ويجيبها له بعدها روي يجبرها نتدخل السيارة وهذا بالضبط اللي صار وعلى شان ما تصارغ وتطلب مساعدة لورنس كان معلية على الراديو وحدها فالناس راح تسمع صوت الراديو لا تسمع صوت صراخها فبعد ما خطفوها ركبوها السيارة وعلى طول بعد ما ركبوها سيارة ربطوها وحطوا عليها كمام هالكمام يخدرها وبعدها قاعدوا يعدبونها واحد وراء الثاني والمسكينة لا حولها ولا قوة ما تقدر تسوي ولا شيء وما حد يدين انها موجودة بالسيارة وعلى شان لورنس وروي كانوا كريمين قالوا لها لماذا دقيقة ادعي اي دعاءة بنا لان راح نقتلش فتخيلوا نفسكم تكونوا موقوفها ان انتو تعرفون ان بعد دقيقة وميتين والمسكينة ما مداها تدعي على طول روي مسك سلك معدني وربطها على رقبتها وبعد ثواني معدودة توفت وبعد ما خلصوا الثنائي فعلتهم السودة خذوا جثتها وقطوها على وادي صخري علشان تاكل الحيوانات المفترسة جثتها وما حد يدين عنها وبشذي اخفوا جميع الادلة وتخيلوا ما مر الكثير من الودع على فعلتهم الاولى يقعدوا يدورون على ضحية ثانية وهالمرة لقوا ضحيتهم الثانية اللي هي اندريا عمره 18 سنة وبنفس طريقتهم السابقة اللي سووها سووهم مع اندريا اخطفوها وعذبوها واقتصبوها وبعدها اقتلوها وقطوها بوادي ضحل واستمرت جرائم هالثنائي هذا وكل يوم تزيد سوء وبشاع وكان من الصعب من الشرطة انهم يعرفون من القاتل لان الضحايا اصلا مفقودة ما يلقون جثت وما قدروا يمسكون عليهم ولا شي اصلا بالاساس ما يدون انهم المجرمين لانهم لما كانوا بالسجن خططوا بعناية حق الاشياء اللي بيسوونها وهذا قيد تشويهم حق الضحايا عشان حتى اهالي الضحايا ما يتعرفون على بناتهم اذا هذي بنتهم او لا صد شي مش مأز ومقزز الشي اللي كانوا يسوونه واستمروا على هذا المجال وهذا السيناريو اللي يسوونه الى ان وصل عدد الجتت اربع جتت كلها وصلت مشوهة تماما لثلاجة الجتت ولهذاك الوقت استمروا الثنائي على فعلتهم وقعدوا يسوون الكثير من الجرائم الى ان وصلوا حق ضحيتهم البنت اللي تعتبر هي الابرز للقصة بسبب الامور الوحشية اللي تعرضت لها وهم بعد هالبنت هذي هي رح تكون الدليل الابرز بالقضية والدليل الوحيد اللي رح يدينهم ويورطهم في ليلة تهلوين سنة 1979 كان في واحدة اسمها ليفورت ليفورت كانت تشتغل بمقهى وبعد ما خلصت شغلها طلعت برة تنطر اي شخص يأخذها وينقله حق البيت ولان لورنس وروي من زباين هذا المقهى وهي تعرفهم شخصيا بس ما تعرف سوالفهم فلما جاء لها لورنس وروي وقال لها احنا نوصلتش عطت كام انثقتها لهم لان تعرفهم من زباين المقهى فالمسكينة ركبت معهم وعطوا المسكينة بعد ما ركبت الشاحنة معهم بدت معها اسوأ كوابيس صارت بحياتها فتخيلوا على مدار اربع ساعات قاعدوا يعذبونها واحد وراء الثاني وطرق التعذيب اللي كانت تتعرض لها اقل ما يقال عنها الشيطانية وما تمثل الانسانية باي صلة وطبعا علشان يضل الشي اللي يسووا الثنائي مع بعض ذكره ما ينسونها قرروا انهم يسجون لها تسجيل صوتي وهم يعذبونها علشان يستمتعون بعدين بصرخاتها بعد ما يربحونها ما في انسان عقل يسوي هذه الاشياء والتسجيل الصوتي هو اللي راح يكون الدليل الابرز ضدهم في نوفمبر بنفس السنة اللي خطفه فيها ليفورد التقى روي بشخص اسمه جيمي كان متعرف على جيمي بالسجن قبل والله سبحانه تعالى بهذاك الوقت قدر جيمي كان توه طالع من السجن وكان بفترة يسمونها التسريح المشروط التسريح المشروط انه يخلونه حر يروح اي مكان يبيه باستحت مراقبة الشرطة وبهذا الوقت فكر جيمي علشان يبيض ملفه اللي صار اسود بسبب الاشياء اللي كان يسويها راحق المحامي ماله وقال لك كل شي صار كل شي يسووا روي ولورنس بالتفصيل فالمحاميه شجعه انه يروح يبلغ بالشرطة لانه الشي هذا سيفيده بالمستقبل انه ما تستر عليهم ففعلا جيمي رحق الشرطة وبلغ عنه وقال كل شي يسووا الخبر هذا المحققين كانوا على احرم الجمر علشان يسمعونها لانه الصج فعلا فيه ضحايا قاعد يروحون ينقتلون ويتشوهون معارفين منه المجرم لانه المجرم بسيارة يقتل ويحذر فما يقدرون يصيدونه ولا يقدرون يتعرفون عليه فبالنسبة للمحققين كان جيمي هو الخيط اللي يرحل القضية فقاعدوا الشرطة يراقبون لورنس وروي فأول واحد ألقوا القبض عليه هو روي لما كان يشتري المخدرات من واحد يبيع المخدرات بالمدينة فاسألوه عن لورنس قال لهم يسكن بالفندغ الفلاني وراحوا ألقوا القبض على لورنس بالبداية بعد ما عرضوهم حق المحكمة انكروا الثنائي كل شي يسووا قالوا احنا ما قتلنا ما اغتصبنا ما عذبنا بس واجهتهم المحكمة بجميع الدلائل والبراهين فبعد ما سمع روي جميع الدلائل اللي تثبت انهم سووا كل شي انهاروا واحترف على كل شي يسووا هو يا لورنس فقال روي كل شي بالتفصيل وقال لهم عن الشاحنة اللي كانوا يخطفون فيها البنات وما كانوا يفعلون بالبنات داخل الشاحنة وين قطوا الضحايا فبعد ما راحوا الشرطة وفتشوا الشاحنة لقوا الدليل الحاسن اللي هو التسجيل الصوتي ماللي فورد وهم قاعد يعدبونها واثناء المحكمة شق المدعي العام التسجيل الصوتي حق هيئة المحلفين وبعد مرور دقائق هو فجأة كل 여기까지 يصرخون وتنذبحون عن الشي اللي يسعلونا الشي الغير انساني وغير حيواني ANK. لان حتى الحيوان لا يدعملوا ل planets باختصار على هيئة المحيفين وبعض الحضور اللي كانوا بالمحكمة واحدIm Tousلس هناك من الاشياء اللي يسمعونها وحتى الاشيطة اللي كانوا يحرجون المحكمة كلهم يglioش تريد من الشي البشر اللي يسمعونها للتربيل من هناك تسجيل الصوتي من ذلك حتى الى شخص تتربيع الصوتي هذا شيء جدا بشر. ما حد يتحمله. المهم كل اللي موجودين قاعة المحكمة بلحظة ظهول وصدمة. والشيء اللي صدمهم اكثر ان التنائي الشر لورنس و روي ما ابدوا ولا مشاعر. كأنه اللي سوواه شيء عادي. ما مهتمين حتى لو يسجنونه. والشيء اللي اقهر اكثر انهم قاعدينين بتسمونه بوجه اهالي الضحايا. بهذا كل وقت حكمت المحكمة على لورنس بالاعدام. وحكمت على روي بالسجن مدى الحياة. واللي يومنا هذا لورنس ما اعدم. وخلوه ضمن دائرة الانتظار اللي ينتظرون اعدامهم. احيانا نتكلم عن سنة 1979. ولورنس لحد الآن عايش. ما اعدم. احيانا لما اسمع مثل هذه القصص البشعة اللي تثير رأيي العام. اقول يا له سخرية القدر. ان الشخصين هذول اللي حد الى يومنا هذا عاشين بالسجن معززين مكرمين. يأكلون ويشربون وينامون. وما تم اعدامهم. بس خلوهم يتمتعون بسجن. لان اذا قاضي الارض اعطاهم الاحقية انهم يعيشون. رغم كل الاشياء البشعة اللي سووها في قاضي بالسمة ما رح ينساهم. ورح يتعذبون اشهد العذاب. على كل شي يسووا. شريط تعذيب ليفورد ما نشرب ولا مكان. بس محفوظ في سجلات الشرطة. يستخدمونها حق تدريب المستجدين. اللي يبون يشتغلون بقسم الجرائم الجنائية. فيشغلون لهم هذا التسجيل حق المجرمين انهم يعرفون شي واحد. ان لو يسووا اي جريمة باي نوع مشرطة تكون قتل. احتمال يكون اقتصاب او يكون تعذيب. كل هذه تعتبر جراين. اي جريمة يسويونها لا تنسون انكم ستدفعون الثمن سواء بالدنيا او بالاخرى. ولهنين خلصت غصتنا. وفيلمنا اليوم فيلم عجيب من اكثر افلام للدراما اللي احبها. جد فيلم ممتع. ساعتين تشوفون الفيلم تحسون انها مرت بسرعة من اكثر الافلام اللي احبها بحياتي كلها. الفيلم اسمها The Fault in Our Stars. اتوقع اكثركم شافة او احتمال شفت الصورة منها او شدت اللقطة. جد لما تشوفون الفيلم راح تحبونه. الفيلم يتكلم عن واحدة تعاني من مرض السرطان وتعرفت على شخص ثاني هم بعد يعاني من مرض السرطان. وبعد نقعد شاركه مع بعض حياتهم. وما ابي احرق عليكم احداث تشوفوا الاحداث تشون تصير مع بعض. جد راح تحبون فيلم. وانصحكم فيه لابعد الحدود. فبس الى هنا وصالي نهاية هذا الفيديو. اذا اعجبك مقطع اليوم لا تنسى تسوي لايك. وتنشر المقطع هذا بكل مكان اذا حب تدعمني. ويعطيكم الف عافية ولجا احسن.